تعالوا بقى نروح لملعب المباراة وزميلنا اللي هناك كريم أحمد وفاروق صلاح نتعرف منهم على آخر الأخبار هناك كريم في البداية ايه آخر الأخبار عندك برحب بك كابتن كبير كابتن أيمن شوق كل التحية لكم وكل مشاهدين وكل جمهور للنادي الأهلي أخبارك العادة مطمئنة بالنسبة لفريق النادي الأهلي والاستعدادات وملعب الأهلي والسلامة لنهاردة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في البداية طبعا التنظيم على أعلى مستوى تعرف يا كابتن أيمن طبعا تنظيم النادي الأهلي لأي مباراة بنشوف سهولة كبيرة جدا الأمور بتكون واضحة لأمور ما بيقاش فيها أي معاوقات فبيسهل علينا بشكل كبير وبيسهل كمان على لعاب النادي الأهلي اللي بيكونوا متوجدين على ملعبهم أرضية الملعب يعني حاجة رائعة ومميازة جدا ما بنقدرش نتكلم عنها لأن الأمور كلها الحمد لله بتكون مطمئنة وبتساعد بشكل كبير جدا لعاب النادي الأهلي في تنفيذ الجمل التكتيكية احنا شوفنا طبعا ملعب باسوني ديب بطل الناجر كان ملعب يعني الأمر كان صعب جدا لعاب النادي الأهلي فالنهاردة إن شاء الله نبدأ نشوف بالتكتيك والجمل التكتيكية والحماس وإصرار وجدية لعاب النادي الأهلي في مباراة غاية في الهمية النهاردة زي ما أنت ذكرتها كابتن أيمن يعني على الجانب الآخر الاتحاد السكندري بقيادة فنية لكابتن حسام حسن اللي بيديهم دافع وهم عندهم رغبة الحقيقة أدوا أداء مميز جدا خلال مباريات الماضية عندهم رغبة كبيرة جدا لكن رغبتنا إن شاء الله تكون أعلى مع لعاب النادي الأهلي اللي عندها تركيز وإصرار كبير جدا أنها تستمر في إسعاد جمهور النادي الأهلي نقدر نحسد كل مباراة ثلاث نقاط بجانب الأداء اللي بينتظروا كل جمهور النادي الأهلي استعد النادي الأهلي لدي المباراة بشكل جيد جدا تدريب كان مع كيفين جونسون مداري فريق النادي الأهلي يوم السابت ويوم الأحق كان بيتسو موسيماني هو قائد التدريب بعد طبعا الحمد لله على السلامة 15 يوم غياب كبير جدا على لعاب النادي الأهلي لكن على طول راجل مميز جدا عكبتن أمام في محاضراته بيوصل للعيبة تعرف لغة الجسد وما يكون الأمور اللعيب قدام المدرب أو قدام المدير الفني المعلومة بتوصل صريعي غير ما بيكون المحاضرات عن طريق الفيديو كونفرس فنلاله نهارده إن شاء الله كل التوفيق قيادته تكون فنية مميزة جدا من خارج الخطوط وأيضا كمان يكون موفق في اختيار التشكيل الأمثل ليخود بيئة النادي الأهلي هذه المباراة وصل بالفعل الفريقين فريق النادي الأهلي والسادة الأهلي والسلام كالعادة طبعا الجهاز الفني بيتفقد قريدة الملعب بتشوف الأجواء فيه برودة شوية هنا كابتن أمام فيه أرض الملعب لكن بلغة الكرة يبقى فيه جاري كتير نهارده هتساعد لعبة النادي الأهلي على بازل مجهود كبير إن شاء الله كل الأمور تكون مهياء اللعبينة وأيضا كمان الجهاز الفني قيادة في النهارده طاقم التحكيم على قيادة جهات جريشة حكم ساحة محمد محمود لطفي وسيد نافع وهشام الغلال وأيضا حكم ألفار محمد عادل ومحمود ناجي يمكن دي كل الأجواء حتى هذه اللحظة كده كابتن أمام نتمنى بقى إن شاء الله التوفيق يقول لهم على لعبة النادي الأهلي في هذه المباراة ونقدر نوسع كل جمهير النادي الأهلي بأداء والنتيجة إن شاء الله تبقى عربنا سبحانه وتعالى يكون التوفيق مع فريق النادي الأهلي بإذن الله إن شاء الله يا كريم وكل التوفيق وإن شاء الله بإذن الله ثقة الجمهير كلها في النادي الأهلي نحقق مكسب كبير النهارده إن شاء الله على النادي الاتحاد ومن كريم حنروح لزمنا فاروق صلاح ونشوف آخر أخبار نادي الاتحاد إيه سأل خير يا فاروق كل التحية لك كابتن أيمن وكل التحية لكل مشاهدين ومشاهدة ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان وكل التحية لزميل العزيز كريم أحمد من هنا من أستاذ الأهلي والسلام المبرانة المؤجلة من الأسبوع الثالث اللي بتجمع ما بين النادي الأهلي ونادي الاتحاد خليني في البداية أضيف برضو على كلام زميل العزيز كريم أحمد على عملية تنظيم النادي الأهلي لهذا اللقاء أيضا كابتن أيمن تخذ كافة الإجراءات الاحترازية خلينا أشيد بالصورة والمشهد اللي عليه إستاذ الأهلي والسلام بيتزين في أبها وأجمل صورة متابعة لكافة الإجراءات الاحترازية والتعقيم في كل مكان في أرض الملعب فيه تجديد تام يا كابتن أيمن يعني من بداية دخولنا لكل أبوابات الإستاذ تجديد تام على الإجراءات الاحترازية أيضا هناك تجديد من الإجراءات الاحترازية على زملاء الصحفيين أو بعض الجمائر اللي يكونوا موجودين في المدرغات ومراعاة التباعد الاجتماعي ما بين الديوف أو الحاضرين لهذا اللقاء إن شاء الله كل الظروف مهيئة داخل أرض الملعب إن شاء الله نحن نشوف مباراة مبين الأهلي والاتحاد مباراة طليق باسم الفريقين طبعا كل التوفيق لفريق النادي الأهلي لو هنتكلم على فريق الاتحاد طبعا كابتن أيمن تعرف أن آخر مواجهة جمعة مبين الفريقين كانت فيه مسابقة كأس مصر في الدور قبل النهاية انتاب بفوز النادي الأهلي بهدفين مقابل هدف خلاص الفريتين كتاب مفتوح لكل فريق مفتوح للفريق الأخر طبعا كابتن حسام حسن في مران الأخير قبل التواجه والسفر إلى القاهرة للمبيد تابعة ودخول فيها لمعسكر السعدانة لمواجهة النادي الأهلي طبعا كان قاد مران قوي جدا وأكثر من رائع للعبين يعني نقدر نقولك منه ملامح التشكيل أو ملامح الجانب الخطة للكابتن حسام حسن يعني طبعا بيد حرية الحركة ليه عمار حمدي في منتصف الملعب عدم التقيب بالواجبات الدفاعية كل الأمور كلها والتركيز على الجانب الهجومي أيضا الواجبات الهجومية اللي بيديها ليه رزق سيسيه في الجانب الهجومي الأيصر الجبل اللي فيها محمد هاني في النادي الأهلي أيضا محمد اللاعب أحمد راشد والدور اللي بيدوله في التكملة الهجومية خلف رأس الحربة سواء خالد أمر أو روماريو ويليامز طبعا كابتن حسام حسن كان أعلن قائمة بتضم 22 لعب لهذا اللقاء بتضم محمد صبحي وعماد السيد في حراسة المرمة حمد عطوى محمود رزق ومصطفى إبراهيم وكريم يحيى وصبر رحيل مروان النجار وفوزي الحناوي ليه خط الدفاع كريم مامامندوح وعبد السميع إبراهيم وخالد الغندور وحسام عشور وأحمد النبي المنجا مروان عطية وكريم الديب وعمار حمدي خط لجوم مرزاق سيسيه خالد أمر روماريو ويليامز أحمد راشد ومحمد الصباح زي ما قلت لك كابتن أيمن هناك بعض التعليمات مديها لكابتن حسام حسن ليه أبرز العناصر أو عناصر الخبرة هيستغل النهاردة طبعا حسام عشور وندفع به من بداية اللقاء استغل خبرات حسام عشور في خط الوسط وبعض التعليمات اللي بديها الكريم منضوح وكريم الديب كابتن حسام حسن بيشتغل في الفترة الأخيرة مع لعب الاتحاد على العامل النفسي طبعا عنده غيابات ممثلة في السيد سالم الزهير الأيسر وعمر الميداني واللعب الجنبي نانا حاول يعوض الغيابات النهاردة ببعض العناصر ويد الفرصة للعبين زي مروان النجار ويدم فوز الحناوي طبعا كل التعليمات انت عارف حسام حسن نادل للتحكي اللعب بلقائنا كابتن أيمن ادر ان هو يفوز على بيرامدز بهدفين مقابل هدف وادر ان هو يتعادل مع سموحها بهدف لكل فريق اربع نقاط هي محصلة فريق الاتحاد اللي بيأتي في المركز العاشر اربع نقاط من مباراتين في لقاء وتعادل في لقاء طبعا زي ما قلنا الجانب النفس اللي بيشتغل عليه الكابتن حسام حسن والتحفيز مع اللعبين واستغلال خبرات سواء خالد أمر او رزا سي سي او حسام عشور في هذا اللقاء طبعا نتمنى كل التوفيق لفريق النادلالي دي كانت كل الاجواء كل الكواليس الخاصة بفريق الاتحاد لهذا اللقاء من جديد تعود الكلمة للكابتن ايمان شاوي